أما انتخاب المملكة المغربية وبشكل متميز لرئاسة مجلس حقوق الإنسان أتابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024 عقب تصويت جرى اليوم بجونيف وزارة أشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربات المقيمين بالخارج ذكرت في بلاغ أن 30 عضوا من مجموعة الأعضاء 47 بمجلس حقوق الإنسان أتابع للأمم المتحدة أيد ترشيح المغرب مقابل ترشيح جنوب إفريقيا الذي لم يحصل سوى على 17 سوطن البلاغ أبرز أن انتخاب المغرب لأول مرة في تاريخه لرئاسة هذه الهيئة الأممية المرموقة يعد اعترافا من قبل المجتمع الدولي بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وبالفعل يضيف المصدر ذاته فقد جعل المغرب تحت قيادة جلالة الملك نصره الله من ترسيخ دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان خيارا لا رجعة فيه ويتجلى هذا الخيار المدرج ضمن دستور سنة 2011 في زخم متوصل من الإصلاحات الرامية بالخصوص إلى تعزيز الديمقراطية والمساواة بين النساء والرجال والعدالة الاجتماعية والمجالية وضمان فعليات حقوق الإنسان في شموليتها والمشاركة الدمجة وتمكين الشباب